عقد في عمان مؤتمر نظمته دار الكتاب المقدس حيث تناول على مدى يومين كيفية الشفاء من الصدمات المتوارثة بين الأجيال وتأثيرها على العلاقات بين الناس ووسيلة تعاملها مع الألم وناقش المشاركون في جلسات المؤتمر موضوع الخدمة في وسط الأزمات وكيف نكون كخداماً للمسيح نوراً ورجاءاً للمتألمين وقت التحديات وفي ختام المؤتمر رفع المشاركون الصلاة من أجل السلام طالبين من الله تعالى أن ينعم بالأمن على الدول التي تعاني من الصراعات والحروب وأن يحفظ الأردن بلداً آمناً ومضيافاً للمهجرين من بلدانهم أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الموقف الأردنية الداعمة بقوة للوكالة يشكل حائط صد لمواجهة محاولات المساس بها وثمنت الوكالة موقف جلالة الملك عبد الله الثاني للدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين في المحافل الإقليمية والدولية والدور الريادي في هذا الصدد للدبلوماسية الأردنية مشيرة إلى أن الأردن يعد أكبر دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين على أراضيها وتعد الأونروا أكبر منظمة أممية يعمل فيها أكثر من ثلاثين ألف موظف في الأردن والسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ويعمل جميعهم في مجالات التعليم والصحة والإغاثة